صحيتو الخاوة تبعو مليح الفيديو وسمعو مليح وش هنقول الطايح كتر من نايد في هاد الفيديو ما تصوتي وش ما تراحوش للوسط و لا نهاية الفيديو تسمعو غير دقيقة وتعلقوه سمعو مليح وش هنقول هاد الفيديو راح تكون صعيبة على لي عبدو بالماضي لي دائرين تصاور تعب الماضي و يركعوه قدامه راح تكون صعيبة عليكم ما نش حاب يعني للصحة تعكم تروح يا أخويا ما تمردوش رواحتكم غير بدلوا القناة هاد الفيديو راح تكون تانيت بمنهج راح نعطيكم طريقة اللي راح نوصل لها باش نهضر على القائمة هادي الله غالب بالخاوة مقدرش نشوف رواحي في المرايا ونكدب على الغاشي ونقول لكم آه منطيقية قائمة منطيقية بالماضي راح يفهمنا وش علش خير هاد اللاعبين وكده 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 على بالكم القناة الساعين نهضر برك ما على بالي بحتى واحد نقول يعني وش نخمم فيه راسين هاهضروه وبالك بعد هاد الفيديو ولي زيرو ومشترك ما على بالي قاع ونقصروا عليها في التعليقات ما كاش مشكل تبهوا معايا راح نبدأ الفيديو هادي بعامل السن الجزائر عندها معدل تح 26 سنة فاصل سبعة غينيا عندها 23 سنة فاصل ستة والمعدلة عن نيجيريا 25 سنة فاصل تنين عندنا تسع لعبين في عمارهم ثلاثين او اكتر في الفريق الوطني اندي دولور ثلاثين سليماني ربعة وثلاثين محارز واحد وثلاثين والليلي ثلاثين بنعيادة ثلاثين وبدرانة ثلاثين وبướد عماره ثلاثين سنة هذه أول إحصائيات على إحصائيات وراءكم ترون سياسة تجديد لدينا 9 لعائبين في عمرهم 30 سنة أو أكثر ونحن في 2016 نبنى فارق 2021 هذا هو التربوس سبتمبر حسناً، كنت أريد أن نبدأ بهذه ونتدخل لكم في الموضوع أولاً، أريد أن نظر على هذا التربوس قمت بفديو قضية البرازيل ونحن لعبين مع البرازيل، وفي الماضي أخاف، ونحن أخاف ونحن لعبين مع الفريق إفريقيا لننبني فريق جديد، ولكن لبناء اللعبين مع البريزيل، نأخذوا طريقة وقلت في الفيديو، لدينا بريزيل يضربونها بأب سمنة بسبعة نظيفة سبعية نظيفة ونخرجوا ونضحكوا بال الماضي لا أتنعب مع البريزيل، فأريد أن يكون لعبين مع الفريق إفريقيا لكي يبني فريق جديد لم ترى هذه القائمة تشوكيت نقول لكم الصح لكن كنت عمبالي بلي بلما دي رح يدير تجديد رح يدير جديد في الدفاع في المليو في الهجوم مي للأسف ما مكنش شفنا قائمة هذي نفس الاسماء ومكنش تجديد حقيقي رح نهضروا بالتفاصيل دو كان التربوس هذا كنت شايف فيه رح يريسكي فريق تعغينيا فريق إفريقي متواضع لكي نتحدثتها مع الكميرون أو مع كود إيفور أو مع هذوك في المنزل كنا نفق برسكي ونقوم بعمل جديد نقوم بعمل جديد ليس عدلي أو عوار يجب أن يأخذ هذه الزوج ثم لا تضعها بالطبع بالتأكيد تحب أن يأخذهم ومثل ذلك وكل ما تحب تعمل تحب أن نقوم بعمل جديد كما أجعودي هذا U-20 في المليو تيران تقوم بعمل جديد مع غنيا لماذا لا تأخذوه؟ لأنه لا تأخذوه في مستوى عالي فأخذوه وضعه مع المجموعة تأخذ جوار جديد تأخذ جوار جديد في عمره 19 سنة في 2020 سيكون لديه 23 سنة 23 سنة يستطيع العب بجيومون نورمال نحن سوف يضع لذلك ريسكا بنطالب 19 سنة لعب بجيومون في 2014 ونحن بيها دوزيام تور حسنًا سوف يقول لك ريسكا بوداوي سوف يجب 19 سنة لكن لم يكن أساسي يعني سوف يقوم بوداوي 19 سنة يربحون مع تنزانيا ومن تنزانيا أن يضعوا مع الفريق الوطني فأخذو له نظرة لديه ريسكا به سليماني أخرى في 2012 سليماني سوف يتحب في عشر سنين ويجبنا لديه 34 سنة فأخذوه ريسكا به كي يلعب كأس العالم بسليماني وسليماني كان لعب مغمور في الدوري الجزائري لم يكن أحسن هداف لم يكن لديه نظرة والانتقادات كانت بزاف على سليماني وعلى فايداليلوزيك وعلى جبتنا هاتجوار وكذا 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 مفي نالمون سليماني هكتشوف نظرات عفايداليلوزيك وعلى الليل يوم اللعبوا به بسكو ريسكا اخدار ريسك هاداك وعطاله لشانس تاعه حنايا ما كانش هادية ما كانش الريسك ما جبناش جوار جديد انا عاودنا بضران بن عيادة ماندي ماندي مراشي لعب مع فيلاريال 30 سنة ما زلنا نجيبوه فيه المهم ما كشت جديد في الدفاع ولا في الميليو تيران كيف كيف انا نلعبو بي نفس اللعبين اللي ما كش يتكل عليهم مقبل ثم زورقان كان طاير لعام اللي فات ملعبش كو بدافريك كان مليح مع شهر لوروه ملعبش كو بدافريك بسحا هادلعام ما زلنا بممكيش تجديد ويضع تمريرات حاسيمة انا اتكلم لما زلنا بممكيش تجديد كيف كان يتكلفت ويتجاب زورقان انا زورقان اللعب مليح وانا اقولوا صح ممكيش تجديد هادك تجعودي وفاو ولا واحد اخر المهم الريسكي جيبناه واحد تقولوا لي ما يجب ما يجب ما لا انا اخوص عليها لنخبركم ما يجب انا اعطيها انا اشوف بمكيش تجديد اتحاد يارا يخالص عليها لا يكتشف المواهب لا يجبوهم لماذا لا يجبوه ليس أنا خدمتي خدمتهم هما هما يجبوه لجوارك وما يجبوه وما يجبوه بداوي بداوي لا يمد مع المالي اشتفيته احبت اندلكم فيديو على مالي تاني كريثان مليوتيران بداوي لا يجبوه وما يجبوه لا يجبوه لا يجبوه نبنو فارق مستقبل لجوار يجبوه لا يجبوه لا يجبوه لا يوجد فايدة ما هو الفايدة سوف نحضره للنيجر هذا التربوس قوة في افريقيا كي نجدوه لا يجبوه سليماني محرز محرز لا يستهل في فريق الوطني لا يجبوه لا يجبوه لتجبوه 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 لم يكن لتجبوه لا يجبوه ما هو الاهمية لديه القائمة خرجت القائمة كيف شرح يكون وزيد لذي قلت لكم القائمة اهم شيء لكن هناك سياسة تطاقم الفني يريد أن يبني جديد ويريد أن يكمل لأن يربح غير كوب دافري لأن يتكاليف كوب دافري لأن يتتعمل لفترة هذه لأن يفرح الجمهور لأن القائمة اهم من النتيجة اهم من هذه المباراة أنا كنت أريد جوار جديد ما هي جوار نجم لا أعلم لدينا واحد جديد الذي يمكنك خطة جديدة أنا كنت أرى القائمة لديك ما نلعبه خلاص لدينا لا يوجد جديد لذلك هذه القائمة لأن ليس لديه معنا بكل صراحة سوف نربح مع غينيا 2-1 أو 1-0 ومع نيجيريا سوف نربح 1-0 أو 2-1 نفس طريقة اللعب والتي تغيدك لو كان نخسروا سوف نخسروا بنفس اللعبين وبنفس الطريقة لو كان لا تخسروا بنفس اللعبين جديد سوف تضعهم بلا تضغط لا تضغط لا تضغط سوف نبنوا شيء جديد إذا خسرنا ما عليش سوف نضعوا خطة جديدة سوف نلعبوا بنفس اللعبين بنفس الأسماء يا ربي خرج على خير برك هذا ما كان البيبليكا سوف يفرح وربحنا وسلسلة الانتصارات والله هذه ما وكذا وكذا اخويا انا حبيت جديد نخسروا ما عليش بصح نجيبوا نجيبوا حاجة جديدة نشوفوا جديد نشوفوا جديد رقم 9 تاع الـ U20 راحوا يستاهل اللي يكون يا نيسلاغا جيبوا اخويا معا غينيان دخلوا ربع الساعة الاخير يا ودي على هكذا على هكذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة